قصة وجع إنساني تختبئ هنا في مدينة الحبانية السياحية نازحون من الفلوجة والقرم ومناطق الرماد الملتهبة دفعتهم آلة الحرب المدمرة وجحيم المهاجهات المسلحة للهرب بعيدا عن مساكنهم ليسكنوا هنا في هذه الخيام البائسة في ظل وضع إنساني مؤلم إحنا ما أنه شيء بهذا البلد إحنا لو مولد هذا البلد إحنا مولد هذا البلد وتعبنا بهذا البلد وشفنا معانات شثيرة وهذه الثالث مرة نتهجر بيها إحنا سعائلتين بخيمة وحدة ما يشرب ماكو ما يقسو الماكو هذه العائلة أصيب جميع أفرادها بشظايا قذائف الهاون تتقاسم الألم تحت هذه الخيمة دون أن يسمع صوتها أحد إحنا هجينا من الفلوجة للعامرية بمدرسة وقع علينا هاون وصوبنا أنا والجهال أنا ما يخالف منتحمله بس دول الجهال شين يذنبهم وفي منطقة أخرى من بحيرة الحبانية عوائل أخرى تعيش في ظروف أقصى وانعدام كلي للخدمات الإنسانية فلا ماء صالح للشرب ولا كهرباء في شتاء بارد يزيد من معاناتهم بعد أن تركوا كل شيء وهربوا بأنفسهم والله قاتلنا البريد وفيها جهاني ما عدنا كل شيء يعني وضعنا حل تعبا نحن نازحين من الفلوجة جينا للسياحية بدنا نعاني مشاكل حل هو مشاكل المارة حبلها الله وكيلك البارحة ولدت مارة عسرت وماتت هنا ويبدو أن النازحين في بحيرة الحبانية السياحية بعيدون عن أنظار الحكومة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسبب سخونة هذه المنطقة وسيطرت تنظيم الدولة الإسلامية داعش على الجانب الآخر للبحيرة لا من مساعدات لا من أدوية لا من أحد يجي علينا هنا ما يستعينا من هذه البحيرة جاينا نشرب لح جانا ولح يستعي علينا ويبلغ عدد العوائل النازحة في بحيرة الحبانية أكثر من ألف وثمانمائة عائلة نازحة من القرم والفلوجة ومركز الرمادي والسجارية وجزيرة الخالدية وعامرية الفلوجة جميعها تعيش ظروفا إنسانية حرجة وتقول القيادة العسكرية أن جرائم داعش هي سبب تهجير هذه العوائل أكثر من ألف وثمانمائة عائلة نازحة من مدينة الفلوجة وعامرية الفلوجة وكل المناطق اللي يقير آمنة حاليا والعوائل النازحة في الحبانية بأمس الحاجة للمساعدات العوائل اللي هي نزحة من مناطق العنف نحن أماكن موجودة قاعد نويهم ونأمن لهم الحماية ونقوم مساعدات إنسانية نقوم بها طبية وغيرها نازحون في وطنهم دفعتهم طاحونة العنف لترك ديارهم والسكن هنا في هذه الخيام البائسة التي تخلو من الخدمات والعيش الإنسان الرغيد دون أن يتذكرهم أحد من داخل المدينة السياحية في الحبانية جنوب الرمادي ميثم شباني الحرة